اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كلما جلس معهم فاذا هو قد فتح القدس كلما جلس يا اخي ما شاء الله عليك والله الصور رائعة هذا الاسبوع وكيف وعملت وفرحان مضى ستة اشهر ووقع عليه حادث ومات مات يقول صاحبي يا شيخ صلينا على الرجل ودفناه ثم اقبلت وفتحت الايميل عندي فاذا فيه رسالة منه جديدة فتحت الرسالة فاذا هي الصور خليعة قلت لا يمكن هذه رسالة من زمان وانا ما انتبهت اليها عذب لمشتر جيم ومسحتها يقول جئت الاسبوع القادم فتحت الرسالة فاذا فيه رسالة واذا هي رسالة جديدة منه وهو في قبره مات فتحتها فاذا هي صور خليعة ملف فادركت ان الرجل قد وضعها اوتوماتيك فارسلت الى الموقع قلت يا جماعة الاشتراك الذي الموقع الايميل الفلاني اوقفوه الرجل مات فردوا عليه قالوا اعطنا الباسورد الكلمة السرية اللي هو اشترك بها قلت ما اعرف قالوا اذا بقي له اربع سنوات ونصف يقول انا يا شيخ بنكمل سنتين ولا يزال يرسل لي في كل اسبوع ويرسل لاصحابي يقول الله سبحانه وتعالى انا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا واثارهم اللي تركوها تركوها في الحياة قبل الموت وكل شيء احصيناه في امام مبين فانا اقول ايها الاخوة والاخوات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبل لسانه فإن لم يستطع فبل قلبه وليس وراء ذلك ان الامان حبة خردل وسبب اللعنة التي تنزل بالامم تركوهم الامر بنعروفنا يا المنكر يجب عليك لتضع بصمة في الاسلام انسان عنده معصيها على الاقل يا اخي لو بلسانك لو تقول يا اخي اتق الله يا اخي امسح الصور اللي في جوارك يا اخي اتق الله كلنا نقدر نكون علاقات مع بنات لكن اخي حرام ترضى لاختك ترضى لأعمتك ترضى لأمك ترضى اتق الله في نفسك على اقل بصمتك في الاسلام يا اخي انك تأمر بنعروف دينا